أهلا بكم من جديد مشاهدين إذن تستمر دائما الأمطار الرعدية في التساقط على الولايات الجنوبية مع تسجيل درجة حرارة مرتفعة على الولايات الداخلية خلال ظهيرة اليوم الأحد بحول الله وفي تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية يؤكد على تسجيل تساقط أمطار رعدية إن شاء الله وهذا بداية من منتصف نهار اليوم لغاية التاسعة ليلا على كل من تامن راست جانت وولاية إليزي وحسب تبقعات النماذج الرقمية للرصد الجوي فالأجواء إن شاء الله على الهوم ستكون مشمسة ومستقرة على أغلب المناطق الشمالية وكذلك الولايات الجنوبية باستثناء دائما أقصى الجنوب الجزائر نحو مرتفعات الهوغر والتسلي رعود منعازلة قد تكون مصحوة بتساقط بعض الأمطار خلال ظهيرة يوم الأثنين احتمال أنه تتشكل رعود منعازلة بالهضاب العليا الغربية مصحوبة بأمطار متفرقة على العموم التقصي بقى دائما مشمس ومستقر على السواحل الوطنية وهذا إلى غاية يوم إن شاء الله الثلتاء دائما رعود منعازلة بالمناطق الداخلية الغربية مصحوبة بتساقط أمطار لكن السواحل التقصي يكون مشمس ومستقر حسب توقعات طويلة المدى تشير على أنه في احتمال أنه خلال الأسبوع المقبل سجل تغير في الوضعية الجوية بالنسبة للسواحل وكذلك المناطق الداخلية سيكون فيه مرور استراب جوي من ضعيف إلى متوسط النشاط سيثمتل في تساقط أمطار رعدية قد تكون محليا معتبرة وأكيد أكثر التفاصيل ستكون في موعدنا الإخبارية اللاحقة على العموم وإلى غاية يوم الأربعاء بعض الرعود المنعزلة مصحوبة بأمطار بالمناطق الداخلية الغربية حتى على أقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعة الهوغر والتسلي مع تقص مشمس ومستقر بالسواحل الوسطى وكذلك الشرقية أما فيما يخص مشاهدين درجات الحرارة القصوى المسجلة خلال ظهيرة اليوم 30 درجة بمعسكر تلمسان سنسلوا في حد 29 درجة للجزائر العاصمة حتى بتيبازا وبومرداس على وهران مستغانا معين تيموشانت 29 درجة كذلك بعنابا بيجايا جيجل واسكيكدا 26 درجة سعيدا ميلا كذلك لكن عامل بيجاد حتى بعين الدفلة الجلفة وكذلك تيارت إذن تقارب إن شاء الله بين 27 إلى 32 درجة على قصنطين أول بواقي تبسى خنشل أقل مطارف وسوق هراس أيضا بيتبسى بين 27 إلى 33 درجة وحسبة توقعات إن شاء الله يرتقب خلال يوم الثنين والثلاثة درجة الحرارة سترتفع بالنسبة للمناطق الغربية تحديدا بشلف غنيزان سيدي بالعباس أيضا بمعسكر وتلمسان قد تتعدى 35 درجة تحت الظل الولايات الجنوبية دائما تطاير زوابع رملية على وسط الصحراء أقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعات الهوغار والتسلي مع التسجيل في حدود 40 درجة بأدرار بالنسبة لإليزي جعنات وإنا ميناس راح نسلو إن شاء الله في حدود 42 درجة على غردايا زلفان المنيعة بشار كذلك تندو فرق للوادي والمغير راح نسلو إن شاء الله بين حوالي 30 إلى 35 درجة ودائما رعود منعزلة بالنسبة لأقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعات الهوغار والتسلي مصحوبة بأمطار متفرقة عن حالة البحر سيكون هذا إلى قليل الاثتراب وهذا على طول الشريط الساحري سرعة الرياح قد تتعدى 30 كم في ساعة مع رؤية متوسطة وعلو الأمواج يصل حتى المتر ونصف خلال يوم الغد الأثنانية تحول البحر لا هادئ إلى قليل الاثتراب خاصة بداية من أواخر الظاهرة وهذا على كافة السواحل الوطنية إلى غاية يوم الأربعاء بحول الله إذن مشاهدين الكرام كانت هذه تفاصيل الوضع الجوبيل المرتقبة خلال الساعات القليلة المقبلة بحول الله شكرا لكم على كرم الإسعائي والمتابعة والعودة لاستكمال بقية الأخبار بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر